خلينا نروح للأخبار نتدي بكرة السلة منتخب مصر الكرة السلة عنده الويندو الأولاني فيه كأس عن تصفيق كأس العالم المنتخب سفر مبارح ووصل السنغال الويندو الأولى هتعمل في السنغال عندهم صالة حل وقوي أنا لعبت عليها زمان ولكن كانت ما كانتش كده المنتخب هيدوم مربع لعيبة من نادي الأهل يهاب عمين عمر طريق عمر زهران وعمر الجندي المفاجأة بالنسبة لي طبعا الويندو هتتعامل من 25 ل 27 فبراير هتلعب ماتشات وراء بعض أول افتتاحك مع السنغال أول مباراة فيه ماتشات ودية هتتعامل أو فيه ماتشات ودية هتتعامل طيب مين مجموعتنا السنغال كونغو الديمقراطية كينيا طب هو أنت حضرتك رايح تعمل ماتشات ودية مع مين لأن فيه مجموعة تانية بتلعب الويندو بتاعتها في نفس توقتنا فعايزة تعمل ماتشات ودية فهتعمل مع مين هتعمل مع المجموعة التانية لأن هم مش هيقابلونا ومش هم دي المجموعة اللي احنا نرد عليها بعد كده لأن انت بعد الدور ده هترد على مجموعة تانية مش دي اللي هنلاعب مع الماتشات الودية أول مباراة يوم 25 دب مع السنغال مباراة قوية خلي بالكو كمان فيه نقطة مهمة مصر هتلاعب السنغال في تصفيق كأس العالم كورقادر وكمان شهر يعني يوم ما نوصل 25 هيبقى فاضل شهر بالزبط هيبقى المباراة الاولى في القاهرة والمباراة التانية في السنغال فإذا الجمهور السنغالي هيعتبر دي بروفا لأن احنا بالنافس التصفيات هنا مع البسكت مع السنغال وكورة مع السنغال خلينا أقول لكم أن البسكت في السنغال لعبة شعبية كبيرة جدا أنا لعبت هناك في داكار ولعبة شعبية كبيرة جدا لأن أغلب لعبة السنغال بيكونوا محترفين يا إما في الدور الفرنسي يا إما في الـ NBA فالسنغال فريق محترم وترتيب وعلى أفريقيا ترتيب محترم جدا جدا